القراءة يعني انا شايفة للبعض كتير ظاهرة عندي منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهرة عندي منفصلين انت فيه توضع انفصال يا برج السرطان انت بتفكر في الشريك جداً بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه تفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو الانتصال ده حصل كمان ممكن يكون كان فيه مشابات كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على طرف الثاني او الطرف الثاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه كلام حاد بمعنى اصحة فيه رضب فيه كلام حاد فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وفيه ندم كبير فيه زعل فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه فيه زعل على على ذكريات اه انت والطرف الثاني اه يعني دلتوا قابي على اللي حصل او على الكلام اللي الالصول بعض دلل بعض منك طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي اه بعضكو يعني ممكن يكون حصل علاقة ثلاثية او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة اه انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية اه اه طرف اه تالت عاطفي بشكل واضح عشان اكون طريحة معاكم مش طرف تالت عاطفي بشكل واضح لكن فيه طرف تالي ممكن يكون الاهل ممكن يكون الاهل تدخلوا اه ممكن يكون كمن لبعضكو اه حصل نقل كلام ليك او للشريك الكلام ده كان اه يعني عن طريق اه مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط يعني حصل اه يعني فيه امور بالنسبالكو ما كانتش واضحة بعد اللي حصل ده كله حصل رخيط فيه حد منكو بطاب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلين وهو حزين وهو مقصور يعني ماشي لا منتصر ولا مبسوط ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات ده لحد بناماشي من العلاقة سواء انت او الطرف التاني هو ماشي زعلين جدام اه ماشي زعلين وحزين ومندمان على حاجات كتير نضمان على حب على عطاء على عشرة عشان كده بقولي العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصحة قدامي حالياً هي انا شايتها فيها انفصال شايته لحد بان نسير فيه حب عنده قوي جداً لكن هو عايز يسيطر على مشاعره عايز يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شركة بتتعامل مع بورد اصد عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عايز تدي وشي تاني خالط وتدين نفسك بصورة تانية خالط لا زعلان ولا مكسئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي يعني عايز تحسس الصرف الثاني بحالة غموج عندك لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع او في رجوع في رجوع في حب متبادل انت توقع مروح هتحصل يعني هيحصل صواصل تاني في الفترة اللي جاية هيحصل رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السراطون احسن من كانت في العلاقات العصيصية اللي هو التينوف تينوف 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 كتير كانت دعراقة نكحة ومستقرة فيها بتكيب ماضي سيء وشاق جدا كانت مشاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان كل ده بينتهي كمانا في الفترة اللي جاية وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او انك تغير من انتباعك او انت بتفكر كمية ممكن يكون بعضكم فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات صايصة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون اديك اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا يعني هتعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هامل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيامل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون اا رد الفعل يعني انت مش تتمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك ده تفكير صح لانه هو هيقدم عيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية اا بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو اا في حد اا فيكو مسافر او عايز يسافر اا سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي اا لصفر اا ومشي لصفر ممكن صفر ده العمل او دراسة اا بعضكم كمان اا اا في حاجات اا زي ما قلت انت بتدور جوا نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوا نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي اا هو عمل ايه اا ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد اا لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي اا شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل اا ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي اا لكن الاكيد عندي في علاقة حب اا كارتين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من الماضي اا في زواج اا في علاقة بعد ما خصل فيها تدخلات وحاجات اا اا صعبة كتير خصلت فيها وتجريح بالكلام ممكن للبعض فيكو اا يعني الشمس هتشرك على العلاقة دي منطاني اا على قد ما القراءة دي اا فيها كروت اا زعل وحزنه والتقاب وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في اا موجودة في القراءة دي فانت هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن فيها علاقة من الماضي فيها رجوع اا بالنسبة للعوذب اا اا يعني انت ممكن يكون عندك انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني فيه شخص معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره اا الشخص ده في اا بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحبان خطوبة وكمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج اا بعضكم الشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من السخولة اا ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل اا 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 المهم ان هو شخص معروف معروف بين نسبلك اللي اللي اعزبين مش شخص اا مش شخص جديد الشخص ده بيباد لك نفط الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس اا لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حد حاجة ثاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب اا في الفترة اللي جاية ان شاء الله اا هيحصل ارتباط اا اا في زواج اا العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة اا للبعض من كل الوزد للمنفسدين بواجه عام انا القراءة هنا عامة اا لكن اا اا في الفيديوهات اللي جاية هعمل القراءة للعازبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي جاية او فيه حبة او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفسدين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا اا بواجه عامة او فيه رجوع اا فيه اشخاص هترجع من سفر او انت هتتفر لحد يا برج السرطان اا فيه اا رجوع اشخاص من الماضي في حياتك واللي عايزبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا اا يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجعلك شخص اا انتو كنت تعرفه بعض قبل كده اا من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحيات جارك كده اا شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه اا دي من ناحية القراءة العصفية النسيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان اا برج السرطان انت بعضكو انا شايفك سعبان جدا ما بتنمش ااا بتحلم احلام وحشة او مش قادر اا او مش قادر تنام صداع سعب ارهاب اا انا شايفها الطاقة لبعضوكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي مساحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضوكو عندو الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما اا ما تفكرش في كل اللي حصل ااا اا زي ما شفت في الطاقة هنا تقولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو دا اللي سعبك او او مخليك ااا اا اا يعني مش عارف تنام اا اا ممكن كمان تكون العلاقة السلاتين اللي انا شفتها ااا لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله. فيها استقرار. اه شوية هتحس ان في حاجة نقصك. لكن استقرار نقدر نقول عليه. كويس. كويس لحد يعني لحد المية. لحد المية كويس بدا. في الفترة اللي جاية. احاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص مادة. يعني استشير حد يكون اكبر منك. او يكون حد كبير في ليلة. او يكون حد التصف فيه. او يعني اي حاجة من الحاجات دي. المهم انت محتاج انك تتمع لحد يكون عنده حكمة. عنده حكمة وعنده عقل. مش تتكلم مع اي حد. عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف. اه محتار بين حاجتين. ومش قادر يختار ومش قادر يقرر. فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير. اسأل حد يكون عنده حكمة. يكون عنده اه اه يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور. اه حد يكون من العيلة كمان. اه ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا. يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى. انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا. هو هينور بصرتك. اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله. وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي. اه الكراءة انتهت اه نوعا ما ايجابية. اه بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما تنتوش الاشتراك في القناة وتفعيل الغرف. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. شكرا للمتابعة برج السراسة. شكرا للمشاهدة.